بالنسبة للمشارع ميناء الفاو الخمسة للمرحلة الأولى البنى التحتية تسير بوتيرة جيدة جدا ونسبة الإنجاز الحقيقية هي أعلى من المخطط لها واليوم ابتدأت شركة دايو بنصب تجريبي لمسافة تزيد على الخمسين متر من الحاجز الكونكريتي أو الجدار الكونكريتي الفاصل ما بين الأرصفة وما بين ساحة الحاويات بعد أن تمت استكمال كافة الإجراءات اللازمة والمتمثلة بتقوية قاعل تربة وإجراء عمليات التسوية وفرش الطبقات اللازمة والمحسوبة من الرمال الناعمة وكما واضح في الصور أن الجدار الكونكريتي أصبح فوق صدح الماء وإن شاء الله سوف تبدأ عمليات دق الركائز بعد استكمال هذا الجدار وحسب ما مخطط أنه إن شاء الله الشهر العاشر من هذا العام سوف تبدأ عمليات دق الركائز بعون الله تعالى والمشاريع الأخرى تسير بوتيرة جيدة جدا وجميع المشاريع إن شاء الله حسب ما مخطط إلها ترجمة نانسي قنقر